صباح البركة عليكو جميعاً، أولاً أنا استمتعت بوقت عبادة غير عادي، بأمانة باركت جداً، شكراً لسامح والكل المسبحين والعزفين ربنا يباركهم، وقت مشبع غير عادي. طيب، دعونا نفتح مع بعض، أولاً أشكرك يا سيجان لصلاتك، وهو طلب مني أن أتكلم النهاردة عن حياة الصلاة، فأنا هبدأ ببعض الآيات القليلة، دعونا نفتح مع بعض، تسالونيك الأولى خمسة سبعتاشر أو خمسة ستاشر، أنا هاخد آيات قليلة تفضل معانا علشان أثناء الكلام، يعني هذكر آيات كثيرة جداً، تسالونيك الأولى أصحاح خمسة، طبعاً الجزء الأخير الرسول بولوس بيقدم نصايح، نصايح كتير صغيرة ومهمة جداً، جداً، فأنا هاخد بس من آية 16، أول ما يبدأ في آية 16 دي من بين النصايح، يقول افرحوا كل حين، يا رب كلنا نفرح في الزمن ده، عايزة أشوف ابتسامة، افرحوا، سدوني، الفرح مش لحظات، المؤمن المؤمن اللي اختبر ملء الروح الكدس يعيش فرحان، افرحوا كل حين، اتنين صلوا بلا انقطاع، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهاتكم، طيب ناخد آيتين تاني كده صغيرين، كلكم عارفين هم خلوني أخد في لب أربعة، في لب أربعة ومن آية أربعة، آيات برضو معروفة لنا كلنا في لب أربعة ومن آية أربعة، شوفوا الرسول بوليس يقول الكلمات دي علشان برضو الجزء اللي عن الصلاة، يقول في في لب أربعة وآية أربعة، افرحوا في الرب، هناك بيقول افرحوا كل حين، وهنا افرحوا في الرب كل حين، وأقولوا أيضا، افرحوا، ليكن حلمكم، خد بالكم إن كلمة حلمكم يعني صبركم، يعني طول أناتكم، طول بالكم، طول أناتكم وصبركم معروفا من مين؟ عند جميع الناس، كل الناس تبه لمسة ده باسم يسوع عايزين نعيش ده، يقول كده الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ أو يحرص قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، تعالوا ناخد لحظات قدام ربنا في الصلاة، نفس الكل يصلي، وأنا بقول دلوقت كل كلام هيكون عن حياة الصلاة، فخلوا صلواتنا في اللحظات اللي جاية، ادينا نعمة يا رب علشان نعيش حياة الصلاة، نتعلم إزاي نصلي، ونتعلم نطلب إيه، افتحنين على كلمتك، نفهم كلمتك صح، شكل فينا، غير فينا، سيدنا الرب بنبركك من كل القلب يا رب لأجل كل مرة نوجت في بيتك، في محضرك، وأمام كلمتك، يا رب أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد، بصلي من كل قلب يا رب إنك تنور الكلمة قدامنا النهار ده، بصلي من كل قلب يا رب إنك تسكن فينا بغنى، بصلي من كل قلب لنا كلنا فهم، فهم واستنارة بالروح القدس، كلنا يا رب نعيش حياة الصلاة، لكل الإكرام وكل المجد، آمين. طبعاً أنا الأمانة مبسوط جداً من العنوان إن العنوان حياة الصلاة، ومش الصلاة بس، لأن بالنسبة لي في فرق كبير جداً بين لما تكلم عن الصلاة بس وما بين حياة الصلاة، وأنا ليا جملة بقولها كتير جداً، وأتمنى محدش يملي منها، لما بقول المشكلة إن بنتكلم عن الصلاة بس، فالجملة اللي بقولها دايماً، ليس كل من أغمض عينيه وتكلم هو يصلي، أقول الجملة تانية وفكروا فيها، ليس كل من أغمض عينيه وتكلم هو يصلي، لأن علمنا أولادنا من مهم أطفال، عشان يصلي نقول له إيه؟ غمض عنيك، أقول كذا كذا كذا، هم جملتين طالما قالهم وهو مغمض عنيه، يبه هو مصلي، هل كل واحد يغمض عنيه وتكلم هو مصلي؟ سدوني، أعتقد سمعته القصة دي، أنا سمعتها من الحبيب الدكتور ماهر صميل، بيحكيها نقلاً عن أخوه الراحل، الدكتور ماجدي صميل، فبيقول الدكتور ماجدي، بيقول إن كان فيه واحدة عندها اكتئاب، وبيتجيله العيادة تتعالج، فبيقول الدكتور ماجدي حكى معاها وجات له ودها أدوية ودها نصايح، ومن بين النصايح من فضلك وصبي على الصلاة، بيقول بعد أسبوعين ثلاثة أرحت له العيادة، تقول له أنا تعبانة أكتر، الاكتئاب زاد أكتر، فبعد حكاوا كثير معاها، هو بيقول لها، طب بتصلي، قالت له أبا صلي، متأكدة أنك بتصلي، أبا صلي، فبيقول الدكتور ماجدي من زكاءه الشديد، فبيقول قبل ما ينهي الجلسة معاها، قال لها تعالي نصلي مع بعض، قالوا وبعدين هو صلى، وقال لها صلي، قال في نص الصلاة، قالها بس كفاية، أنت مش بتصلي، أنت بتندبي، ده فعلاً اللون ده من الصلاة يجيب الاكتئاب، أقول ثاني، مش كل اللي غمض عنيه وتكلم بيصلي، علشان كده أنا مشغول وأتمنى تحتملوني، لأن أمام يسوع كما بقول، أنا باجئ أتكلم في كنيستي، واستشعبي، وعارف احتمالكو، سي إس الليوس بقى حاجة جميلة جداً، لما بيتكلم عن الشيطان الكبير، اللي بيعلم الشيطان الصغير الشيطانة، فبيقول إن الشيطان الكبير بيقول للشيطان الصغير، في واحد فلت من معسكرنا، وراح المعسكر الثاني، عقابك شديد جداً، إن ما رجعتوش، فقال له هرجعه، فبيقول له تحب خليه يبطل صلاة؟ قال له مش هتقدر، دول علموهم الصلاة من وهم أطفال، فمش هتعرف تخليه بطل صلاة، سيبوا يصلي، شوفوا جمال الجملة، سيبوا يصلي، المهم لا يلتقي بالنور، عارفين من النور؟ يسوع، يسوع، سيبوا يصلي، المهم لا يلتقي بالنور، ويأكد يقول له، لأنه لو التقى بالنور، ولا أي قوة في الوجود تقدر عليه، لو التقى بمين؟ بالنور، سؤال المهم، وأنا بغمض وصلي، أنا بلتقي بالنور، أنا بلتقي بالنور، هو ده التحدي اللي أمام يسوع شغلني النهاردة، إن أقول يا رب كلنا نلتقي بالنور، وبقول ثاني، إذا التقينا بالنور، والنور امتلكنا، ما فيش قوة في الدنيا هتكسارنا، ولا قوة هتقدر علينا، مهما كانت الظروف، الأزمات، الضغوط، التحديات، لكن إذا لم ألتقي بالنور، سيبوا يصلي، سيبوا يصلي، ليس سيتغير، ليس سيحدث شيء، لكي أدخل في موضوعي، ماذا تعريف للصلاة؟ سأقول تعريفين للصلاة، وأتمنى يفضلوا معنا، سدوني أتمنى أقول أكتفي بالتعريفين دول، أول تعريف للصلاة، وأتمنى تسمعوه كويس، الصلاة هي رحلة، رحلة تبدأ مع الله بالميلاد الثاني، سمعوه كويس، رحلة تبدأ مع ربنا بالميلاد الثاني، حينما ألتقي به لقاءا روحيا، وأولد من جديد، والرحلة دي، وأنا في حياتي ورحلتي، كل يوم أختبر تشكيله في حياتي، وألمس حضوره، وألمس تدخله في كل كبيرة وصغيرة في حياتي، إلى أن تنتهي الرحلة بلقاء مباشر، بشخص الرب يسوع المسيح، طويل التعريف، حتى لو طويل أتمنى يفضل معك، أقول ثاني، رحلة، الصلاة، تبدأ مع ربنا، أمتى؟ عندما أعرفوا معرفة شخصية، في لقاء روحي مغير، أولد فيه من جديد، وتستمر الرحلة، كل يوم أختبر تشكيله، كل يوم أختبر لمسات حبه، كل يوم ألمس حضوره، كل يوم أتلامس معاه في كل كبيرة وكل صغيرة في جوانب حياتي، لغاية ما ألقاه لقاء مباشر، يمكن الذي سمع هذا التعريف، يقول تعريف مطاط قوي، أنا عارف سأقول لهذا، سأقول هذا التعريف واسع قوي، لم أصلني للصلاة، أعطيك التعريف الثاني، لكي سيكملون الثاني، التعريف الثاني من وجهة نظري، صغير ومهم جدا، أتمنى تحفظوه لأنه صغير قوي، دائما أقول الصلاة هي حوار الحب بيني وبين الله، أقول ثاني، لكي أريد التعريف يفضل معنا، حوار الحب بيني وبين الله، لماذا أنا قلت الصلاة هي حوار الحب؟ لعدة أسباب جواي، السبب الأول، الحوار يختلف عن الحديث من طرف واحد، أقول ثاني، الحوار يختلف عن الحديث من طرف واحد، كل صلواتنا حديث من طرف واحد، أنا أفضل أتكلم دو 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 دو، وليس مد لنفسي فرصة أسمع ربنا، للدرجة لهوتي قال، يا عجبا، أن كلنا نصلي، تكلم يا رب لأن عبدك سامع، ونستمر في الكلام، المفروض عندما أقول له تكلم يا رب لأن عبدك سامع، أتكلم أو أسكت، أتكلم أو أسكت، مين جرب يسكت قدام ربنا وهو يصلي، يسكت، لكن ماذا؟ ليسكت، يسرح، ليسكت، ليسكت، يفكر في مئة حاجة، فلما أقول الصلاة، حوار الحب، فالحوار يختلف عن الكلام من طرف واحد، اثنين، عندما أقول حوار الحب، أنا أكدت في الصلاة على الحب، علشان كده كلامي، ليس سيفهموا، إلا اللي وقع في حب ربنا، وأتمنى لكل النهار ده، يا رب، أريد أن أقع في حبك، حوار الحب، سدوني في حوار الحب، لا يوجد ملل، ما الذي يجعلنا نمل في الصلاة؟ أنه لا يوجد حب، أنا أقول أخرى، عندما أقول حوار الحب، ادرسوا كتابنا كله، من التكوين للرؤية، العلاقة بين ربنا وشعبه، علاقة حب، في سفر هوشع يقول، وأخطبكي لنفسي إلى الأبد، الرسول بوليس يقول، لأني خطبتكم لرجل واحد، لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، أيها الرجال، أحب نسائكم، كما أحب المسيح، علاقة حب ولا؟ أتمنى كلنا، أتمنى كلنا، علاقتنا بيه تبع علاقة حب، علاقة حب، صلوات المصلحة ليست صلوات، صلوات الطلبات ليست صلوات، ما يجيش لربنا الذي عند الآزمة، ما يجيش لربنا الذي عند الاحتياج، لكن في علاقة الحب، لا يوجد ملل، لا يوجد ملل، تخيلوا كده، أريد أن كل واحد يتخيل كده، عندما كان يحب، كل واحد عندما كان خاطب، عندما يقعد مع خطيبته، يقعد قدية، ساعة واثنين وثلاثة، ويبصر لي، يا نهاري، فاتوا هوا، ما حسناش بالوقت، طب تعالوا في اجتماع، اتخيلوا بالأمانة كده، كلكم بمحبة أقول، لو أنا قلت لي، سبعة يقودونا في الصلاة، كلكم هتقول لي، يا نهار مش فاي، سبعة يقودونا في الصلاة، ده احنا كلنا هننعس، ليه مش عارفين نصلي، أنا بقول تاني، حوار الحب، أضيف شيء تاني في تعاريف حوار الحب، لأنها تهمني جداً، في حوار الحب يميل الإنسان إلى الإختلاء، أقول تاني، يميل الإنسان إلى الإختلاء، الإختلاء، اللي ما يعرفش يصلي في خلوته الشخصية، ده موقعش في حب ربنا، اللي صلواته بس في الكنيسة، وفي اجتماعات الصلاة، ده موقعش في حب ربنا، يميل دايماً عارف أقولك تاني افتكر لما كنت بتحب وقاعد انت واللي بتحبها لما يجي طرف تالت تعمل ايه؟ كل شوال ما تبص في الساعة امتا ويمشي ما تفكينا يا عم شوية ليه؟ عايز تستمتع بمن تحب أقول للكل أمام ربنا بقول ما بقلبي والرب يشهد بكل شجاعة أتمنى كلنا يباشتياءنا للخلوة للحوار الشخصي للتلزز بالوجود في حضرة الرب ده مش معناها نبطل صلاة في الكنيسة أو نبطل صلاة في اجتماعات الصلاة لكن المصلي الحقيقي أقول ده وعايز أقوله بأعلى صوت المصلي الحقيقي بتقعد قدقية مع ربنا في خلوتك بتختلي بيه قدقية مش هنا في الكنيسة مش في اجتماعات الصلاة في خلوتك الشخصية اللي فيها بتفتح الخزانة دي وتفرت كل ورق قدام ربنا هي دي الصلوة الحقيقية أما قدام الناس سهل جدا عشان كده قلت جملة الجملة دي بخاف اكتبها على الفيسبوك الناس تزعل مني بقول فيه ناس بتعرف تصلي كويس وفيه ناس بتعرف تقود الناس في الصلاة لكن أروع الكل اللي حياته صلوة أقول تاني أعكسها وأقولها على المرنمين بقول فيه ناس بتعرف ترنم كويس وفيه ناس بتعرف تخلي الناس ترنم كويس لكن أروع الكل اللي حياته ترنيمة يا رب كلنا حياتنا تبقى صلوة حياتنا تبقى صلوة أتمنى تقوله النهاردة يا رب علمني أقع في حبك والعلاقة اللي بيني وبينك تبقى علاقة حب علاقة حب أقول تاني قبل ما أدخل على بعض الحاجات لأن زمان علمونا أن الصلاة هي صلة لا أنقض تعريف ناقص ناقص مش صلة خلوا جوانا حوار الحب زمان علمونا أن الصلاة هي تليفون السماء وطلع الترنيمة على تعريف كويس لكنه ناقص مش تليفون السماء عارفين ليه ليه بقول كده وأتمنى وهقول ده وأكد عليه التليفون مرات بيبقى مزعج مزعج صح مش أحيانا بيرن جرس التليفون بتاعك أو الموبايل تبصده ده كلام لكن يسوع بيصر أن يسمع أصواتنا الصلاة التليفون يعبر عن بعد المسافة سؤال للكل وأنت بتصلي اسأل نفسك سؤال اللي أنت بتصليله براك ولا جواك فكروا في السؤال ده لو فكرنا في السؤال ده ستتغير أمور كتيرة اللي أنا بصليله إلهي وحبيبي ومسيحي برايا ولا جوايا عارفين لما يصدق نجوايا الحوار يختلف ولغة الكلام تختلف لأن الصلاة مرتبطة ارتباط كبير بمن هو اللي أنا بصليله أقول لكم جمل بس البعض هيزعل صدون البعض هيزعل سامحون اللي يزعل هصالحوا لما تسمع واحد بيتكلم في التليفون تقدر تخمن هو بيكلم مين صح؟ تقدر تخمن لو أنت سمعني بقول آه سيادتك أنا كلمت سيادتك من كم يوم وكان نفسي أخذ معاد من سيادتك غالباً تخيل لو كلمت حبيبي حبيبي قلبي أكيد هتخيل صح؟ بدون ما تعرف مين الطرف التاني طب يا ترى لو جه واحد غريب وسمع بعض الصلوات يقول دول بيخاطبوا مين أنا أسيب السؤال دا لكم بيخاطبوا مين واخدين بالكم فكر بتخاطب مين هل إلهي حكيم قدير عاقل بيسمعني لو أنا في ذهني مين هو اللي أنا بتكلم معاه مكون صورة سليمة عنه بيني وبينه علاقة حب صلاتي هتختلف وستتغير كثير أتمنى محدش يزعل أنقل لحاجة تانية بسرعة كده قلت إزاي نعيش حياة الصلاة هقول تلت حاجات تلت حاجات بسيطة جدا سدوني تلت حاجات بسيطة بس أتمنى نتحدى نفسنا النهار دا نعيشهم إذا كنت عايزة عيش حياة الصلاة لنا كلنا اللي بقوله يا جماعة أنا بصرع فيه مع نفسي أمام يسوع بصرع فيه مع نفسي دا صراعي من سنين فبقول أول حاجة يا اللي عايزة ستعيش حياة الصلاة ابدأ يومك مع يسوع ابدأ يومك مين يتعهد النهاردة أن أول ما فاتح عيني ليس سمسك الموبايل مين يتعهد به أتمنى لكل يتعهد سدوني يوم ما أفتح عيني على الموبايل أول حاجة هيتعب لك ناظرك دا الدكاترة قالوا كده تانية حاجة هيزعجك هيزعجك هتبص لأرسائل عن الأسعار وعن الدولار وعن المعرفشي وعن غزة واللي بيحصل هنا هتنزعج هتتعب لكن جرب كده ومن النهاردة خد القرار دا قول هبدأ يومي مع يسوع عارفين ترنيم تخليني لما فتح عيني أول فكرة يا رب تجيني أن أقوم وعض وياك أقول لكل خدوا دا بتحدي خدوها النهاردة خدمة عملية أن أول ما هتفتح عينيك هتتكلم معاه مش هتتكلم مع أي حد وبعدين لو ضفت عليها حاجة تانية مين يتحدى نفسه النهاردة ويقول أول ما فتح عيني هتتكلم معاه وتبع عبارة عن صلوات شكر وأكد ليك لو خدتها صلوات شكر مودك هيختلف اليوم كله أنت بتعمل تغيير لدماغك لطريقة تفكيرك فتح عينيك كده وقل له أتحدى أي واحد يعمل الكلام ده هيشوف فرقة دي أول ما تفتح عينيك قل له أشكرك لأن متأكد أن أنت معايا وأن أنت هتسير بواكهك أمامي أنا متأكد هتستخدمني النهاردة أنا متأكد أن إيدك مسكة إيدي طيب قول لنفسك الكلمات دي قول لنفسك أنا متأكد لأنك كنت معايا طول السنين وهتفضل معايا خلي أول خمس دقايق شكر للرب أول ثاني مين ياخد القرار ده النهاردة أنا لا أحب أن أرفع الأياء دي لكن أتمنى أن كل الحضور اللي قدامي يأخذ القرار ده يقول كل يوم هفتح عيني على حوار مع يسوأ وحوار كل شكر اتنين اختم يومك اختم يومك بحوار مع يسوأ سدوني بقول ده من قلبي عارفين زي ما قالوا العلماء أن أول ربع ساعة يتوقف عليهم مودك اليوم كله أول ربع ساعة في اليوم آخر ربع ساعة يتوقف عليهم ليلك كله ليلك كله آخر ربع ساعة بتفكر في إيه بتفكر في مين بتخطط لإيه بتحلم لإيه تخيل لو واحد آخر ربع ساعة قبل ما ينام أمال مشغول ببكرة والهم بتاع بكرة وفلوساته القيمة بتاعتهم نزلت والمعرف شي هيحصل كذا تفتكروا هينام ازاي معظمنا بيقوم الصبح جسمه مكسر مهدود ليه مهدود ليه جسمك مكسر لأنك طول اليوم نيمت نفسك في الكوابيس دي طب تعالا كده آخر اليوم وحط نفسك قدام ربنا وخلي الصلاة بتاعت آخر الليل دي صلاة تسليم تسليم للرب اتكال علي استناد علي سدوني اقول للكل هتنام نوم هادي نوم مريح انا قلت احنا بنتكلم عن حياة الصلاة ما تفصلش الصلوة عن حياتك كلها وهاشرح ده اكتر ولما تسلي ارجوك تخيلوا كده واحد صلاة الصلوة اللي انا قلتها وشد البطنية اول ما شد البطنية امال يفكر برضو في هم بكرة وقلق بكرة دي مش صلوة دي مش صلوة طب بعد ما قلت دول خدوها نصيحة من بصارع فيها مع نفسي بعد ما تصلي افضل اتكلم مع ربنا لغاية لما تروح في النوم وافضل قوله اعظمك وسبحك انت صالح انت امين سدوني هتنام نوم هادي هتقوم منطلق بشكل غير عادي اقول تاني ابدأ يومك مع يسوع اختم يومك مع يسوع اقول النصيحة التالتة لللي عايز يعيش حياة الصلاة النصيحة التالتة والاهم حول حواراتك الذاتية الى حوارات مع الله عارفين السيلف توكنج مصيبة اولا السيلف توكنج ممكن يكون بركة كبيرة جدا لحياتي وممكن يكون مدمر جدا لحياتي السيلف توكنج بيتحول الى قرارات وبيتحول الى افعال اجيبلكم نمازج من الكتاب لو سبت نفسي في الجزئة دي اقعد لبكرة مثلا لما يجي الابن الضال يقول كده عملية فرجع الى نفسه وقال كم من اجير لابي فاكرين الحوار قالت شيء غريب جدا قالت اني الانسان بيتكلم مع نفسه 65% من وقته الواعي اسمعوا الجملة الانسان بيتكلم مع نفسه 65% من وقته الواعي تخيالوا واحد بينام 8 ساعات يعني صح 16 ساعة لما قول بيكلم نفسه 65% يعني اكتر من 10 ساعات طبعا معظمكم مش مصدق عارفين خليكم تصدقوا كلكم بتكلموا نفسكم الوقت وانا بتكلم ويقولوا ايه ده بيكون صح ده بيهجص ده كلام مظبوط كلكم بتكلموا نفسكم ولا الانسان بيكلم نفسه 65% من وقته الواعي بلا مبالغة جامعة هارفورد اضافت اضافة غريبة قالت للأسف 80% من حوار سلبي واضافه اضافة قالوا ده المسؤول عن 70% من امراضنا من امراضنا اتخيلوا لما افضل حوار مع نفسي كله حوار سلبي عارفين زي ايه الحوار السلبي انا واحدان ماليش حد اروح لمين ده الظروف صعبة هيحصل لي ايه طب وبكرة في ايه كل دي حوارات سلبية تعمليه فينا الحوارات السلبية سدوني الحوار السلبي الحوار السلبي مدمر اجيبلك حوارات سلبية من الكتاب افكركم بحوار واحد في الصموئيل الاول 27 داود قال لنفسه ايه عارفين داود قال لنفسه يوما ما سأهلك بيد شاول ده يقول لمن لنفسه طب لما قال لنفسه انا في يوم اهلك بيد شاول عملية خد قرار يروح يهرب ويعيش وسط الفلسطينيين في جد وقعد قدية سنة واربع شهور اهو كويس سأهلك بيد شاول يا نهاري حوار سلبي قالوا بينه وبين نفسه لما تقول لنفسك حوار سلبي هيضمرك انا ليه بقول بقى الشطارة انك تحول الحوار السلبي الى حوار مع الله اول ما تبدأ تقول لنفسك انا وحداني فكر نفسك قل لا يسوع معايا انا مليش حد لا دا ربنا انا ماسك ايدي ومش هيسيبني حوّل الحوار عارفت بعملت ايه تبعملت اتكلم مع ربنا اعملت صلي طب انقل نقلة تانية عشان ما طولش في ديه وبقى ارجعوا الكده المزمور اتنين واربعين ومزمور كتير من المزامير داود مثلا يقول لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا هيدخل في حوار سلبي بدأ يقول لنفسه ايه ترجى الله لاني بعد احمده خلاصة واكه وإلهي ونقل حوار ايجابي سدوني عشان ما طولش عليكم كتير اللي يدخل في العلاقة دي مع ربنا ويدخل في حياة الصلاة وان حياته طب صلاة مش مجرد ان غمض عنيه واتكلم خمس دقايق يقول انه هو صلا غمض عنيه صلى خمس دقايق يقول انه صلا قريت زمان كتاب لكاهن كاسوليكي جميل جدا الكتاب اسمه حياة الصلاة وصلاة الحياة افضل اقول من اروع الكتب اللي قريتها ادى تشبيه جميل جدا عارفين اللي قلته على ان العلاقة اللي بيننا وبينه علاقة حب فاتكلم عن الصلاة الصلاة بروعة ان هي في لقاء واستمرية حوار اوعى تنسوا لقاء واستمرية لو اتنين بيحبوا بعض جاب نفس الكلام اللي قلته اتنين بيحبوا بعض اتنين بيحبوا بعض ايه اللي بيحصل بيعودوا مع بعض وعايزين يعودوا اطول وقت لكن بعد ما يسيبوا بعض كل واحد مخه فين مخه في التاني وعايز يسعد التاني الصلاة لو فصلتها ان بس انا في ازمة يا رب انقذني من الازمة خلصت الصلاة سدوني بقول دايما لما استخدمت تشبيه التليفون اقول للكل اوعى تقفل الخط اوعى تنسوا الجملة دي في التليفون بكلم فلان بالتليفون وبعد ما خلص قفلت الخط المصل الحقيقي الخط مفتوح مع ربنا لاربعة وعشرين ساعة اوعى تقفل الخط طيب عشان انقل النقلة دي واقول اللي يعيش حياة الصلاة اللي مش مجرد دقايق غمض عينو فيها وتكلم بيعرف يطلب ايه يطلب ايه ويطلب صح اتمنى اللي مسك الداتا شو يطلع لي كده كم اية هنبص عليهم اوريكم بولس في كلوسي بولس في كلوسي بولس في كلوسي مثلا بصوا معايا في كلوسي تلاتة كلوسي تلاتة اية واحد واثنين انا هطلع كم اية من كلوسي صغيرين جدا في كلوسي تلاتة اوعى تنسوا الاية اللي بدأنا بيها تسالونيك الاولى خمسة سبعتاشر صلوا بلا انقطاع هلما يقول صلوا بالانقطاع عايز نماشي مغمض عني او ماشي لا حياة الصلاة حياة كلها صلاة بصوا هنا اقول ان كنتم قد كنتم مع المسيح ايوا هاتهالي تاني فاطلبوا ما فوق ما فوق يارب كلنا النهاردة نتحدى نفسنا ونقول هطلب ما فوق مش هطلب ما تحت اعرفين لما يقولوا اطلبوا ما فوق مين يتحدى نفسه الناردة يقول هطلب ما فوق يقول فاطلبه ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله الآية اللي بعديها اهتموا بايه بما فوق لا بما على الأرض مين ياخد قرار النهاردة يتحدانا كلنا هطلب ما فوق تقول لي ايه ما فوق ايه ما فوق ان اهتماماتي تكون اهتماماته اللي هو يكرهه انا كرهه اللي هو يحبه انا احبه يكون اللي ما لقلبي وعقلي اللي على قلبه هو اللي على قلبه هو مين يقول له يا رب اشغلني بيك اشغلني بيك هل نقدر اني الكاراتين دي اللي فيها طلبات الصلاة نغير شوية مع الوقت ونلاقي طلبات كده لما يفتحوها حضرات الاسوس واللاجنة يلاقوا طلبات واحد بيقول له قدسني واحد يقول له عايز اربح نفوس الوقت اللي جاي واحد يقول له عايز اكون صانع سلام واحد يقول له عايز اكون بركة الكل اللي حوالي واحد يقول له عايز اكون مؤثر عايز حياتي يكون لها معنى امام يسوع بقول لكم ده من قلبي ياما مرات قلت من هنا وهقول تاني ابونا متى المسكين وهببى ارجع له بعد شوية ابونا متى المسكين في كتابه حياة الصلاة بس خدوا بالكم اللي قاله كلوسي اللي قاله بوليس لان ابونا فات متى المسكين استوعبوا وعاشوا ادي بوليس قدامنا اوريكم بوليس يقول اهتموا بما فوق اطلوبوا ما فوق بل بصوا اكتر من كده لو بصينا مع بعض طلعلي كده كلوسي واحد اية من 9 ال 11 بصوا في كلوسي واحد من 9 ال 11 بصوا ايضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لاجلكم طالبين ايه بتطلب ايه يا بوليس انت في السجن بتطلب لنا ايه شايفين بيطلب ايه شوفوا اللي فهم صح ان تمتلقوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مسمرين في كل عمل صالح ايه يا بوليس ده وانت في السجن مشغول بالطلبات دي وانت في السجن ما قلت لناش صلولي بل بصوا في كلوسي اربعة لو بصيتوا في كلوسي اربعة انا اسف لو طلولت عليكم كلوسي اربعة ايه اثنين بصوا في كلوسي اربعة ايه اثنين واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر مصلينا في ذلك لاجلنا نحن ايضا ليه ليفتح لنا الرب بابا للكلام يا نهار يا بوليس ده انت في السجن المفروض لو انا في السجن يا جماعة وكتبت الكرسالة بالامان اقول لي كوي صلولي الرب يستخدمني ولا صلولي عشان اطلع من السجن صلولي ربنا يديني نعمة في عين حافظ السجن ولا صلولي شوفوا بوليس بوليس بيعقدنا بيعقدنا الراجل في قلب السجن وكل صلاته اولا هم يمتلقوا من الروح القدس من معرفة مشيئاته وهو يستخدم يا رب دينا نعمة ان نرطقي ونطلب ما فوق ارجع لابونا متى المسكين عارفين ابونا متى المسكين لما بقول لكم قادرك دا وستوعب دا اولا هو حط في كتاب الصلاة قانون الكل الامور الزمنية تعطى لنا بدون طلب اما الامور الروحية فلا تعطى الا بطلب اقول ثاني كل الامور الزمنية من يصدق هذا؟ أن كل الأمور الزمنية من يصدق أن ربنا واخد باله من كل كبيرة وصغيرة في حياتي؟ يقول أما الأمور الروحية الذي يريد قداسة يجب أن يركع الذي يريد ربح نفوس يجب أن يصارع قدام ربنا الذي يريد أراضي روحية جديدة يمتلكها يجب أن يركع قدام ربنا يعرفون التحدي الكبير الذي يقامنا كلنا هذا اليوم؟ أن أصدق أنه واخد بالي واخد باله من كل احتياجاتي وهي سدتها وأنطلق أنا أطلب الأمور الروحية أنا أقول لكم هذا؟ أنا أصارع بي مع نفسي مرات ابني يبقى في احتياج أو أنا في احتياج أو أنا في أزمة وأقول لنفسي طب أطلب الطلبة دي ولا أتغلب على نفسي وأطلب طلبات روحية وأقول له استخدمني وأنا أصدق أن الأمور دي أنت لا تنساني فيها تفتكر لو أنا نسيت أصلي لها وبدأت أصلي أقول له استخدمني كرسني امتلكني ملء وفيد من روحك تفتكروا احتياجاتي المالي هو هيسيبها؟ هينساها؟ أنا بحط التحدي دقوا قدامكم سدوني أبونا متى المسكين في كتاب طلع من الدير عن حياته قريته فلقيتوا كتبين أن لما دخل الدير دخل المغارة كتب في المغارة بالخط الكبير من أول ما دخل أنا راهب علي واجبات وليست لي أي حقوق خدوا بالكم أنا راهب علي واجبات وليست لي أي حقوق وأضاف جملة عجيبة يقول وقررت أن لا أطلب شيء من أحد خد الجملة الأصعب ولا حتى من الله أنا قريتها تخضيت لم أطلب شيء من أحد ولا حتى من الله أضاف جملة بعديها غاية في الإبداع يقول وإلى الآن لم يعوزني شيء وإلى الآن لم يعوزني شيء أنا بقول أنا عارف سدوني باشكر ربنا على الكنيسة دي جدا وعلى التاريخ التعليمي اللي في الكنيسة دي جدا جدا والناضجين الفاهمين كل الكنيسة عشان كده بقول حياتي هطلب استخدامه لا يمكن ينسى احتياجات المادية وهيسدد كل احتياج بحسب غناه في المجد لا يوجد أب ينسى أولاده فيه أب ينسى أولاده قلت الكلام ده من هنا زمان والبعض ضحك بقول اتخيله إن ابني جاني وقال لي بابا هو عتنسى قصة الجامعة ده قصة الجامعة هدفعه بعد شهرين حاضر يا حبيب تاني يوم الصبح هو عتكسفني قدام زميلي ده بعد شهرين علي قصة الجامعة حاضر يا حبيب تلات يوم الفاجر بابا أنا بفكرك أنا بفكرك بصدق حاضر يا حبيب رابع يوم أنا بأكد عليك قصة الجامعة تفتكروا أقوله إيه على طول أقوله غور من وشي صح صح أو غلط إيه يا ابني ده قصة الجامعة أنا حطته في حساباتي من قبل ما تبدأ السنة إحنا بنعمل مع ربنا كده وفاكرين إن هي دي اللجاجة بس ده التحدي فاكرين إن هي دي اللجاجة ادرسوا الكتاب صح اللجاجة في الأمور الروحية اللجاجة إن أقول له استخدمني استخدمني قدسني امتلكني اربح بي نفوس هي دي اللجاجة أقول لكل اللي بيعيش حياة الصلاة أنا خلصت وقت يا أستجان خلصت غالبا لأنا خلصت وقت وسرح بي الوقت أقول لكم جمل صغيرة عن بركات اللي يعيش في محدر ربنا بركات حياة الصلاة اللي حياته صلاة سدوني كنت كاتب ست حاجات بس أقولهم بسرعة شديدة جدا أول بركة أول بركة وبحب أقولها الشبع أشبعه إذا استيقصت فين الشبع في محضاره فين الشبع في العلاقة معاه اده الإنسان الدنيا كلها لن تشبعه لكن يشبع بمين يشبع بربنا يشبع بيسوع لما الكلمة ملاه الروح يملاه يسوع يرافقه أقول لك تاني في مزمور 1639 يقول له استيقصت وأنا بعد معك ايه الجمال ده؟ تلاقوها في كل الترجمات استيقصت وجدت نفسي ما زلت معك ويقول له أشبع إذا استيقصت بشابهك شماله تحت رأسي حياة في محضاره بركة تانية الأمان الأمان فين الأمان وأنا في محضاره إبقى اقروا عن إلي إيه سر الأمان اللي كان في حياته واقف قدام أخاب زي الأسد إيه اللي خلى داود واقف قدام شاول زي الأسد إيه السر الحضور الإلهي إليه يقول حين هو الرب الذي أنا واقف أمامه داود يقول جعلت الرب أمامي في كل حين الحضور الإلهي انت فين من الحضور الإلهي التحدي اللي بيتحدنا كلنا يا جماع اللي مالي قلبي أرجوك ما تاخدش الكلام عن الصلاة إن غمضت عيني خمس دقايق اتكلمت وأقول لي مش بيستجيب أما لا أطلب طلبات هتعيش حياتك طلبات دي مش صلوات الصلوات إن أنا وقعت في حبه الله أو يسوع أقولها لك كده عايزك أنت مش عايز كلامك الكلام سهل والكلام رخيص وفرص الصلاة بنتسابق في تجميل الكلام والمصلي هو اللي يعرف يجمل الكلام أكتر تسأله من اللي بقوله هو ده المصلي بينما المصلي الحقيقي اللي بيعرف ينفتح قدام ربنا وياخد من ربنا ويحلم أحلام لربنا والمجد ربنا وبيفيض على الناس أقول تاني هي دي الحياة الأمان الأمان الشبع النصرة التركيز الإنجاز الفرح بلا مبالغة كان نفسي أتكلم في كل ده لكن أخيها سامح تعالى نرنم ترنيمة نفسي نقوله أدخلوا لقدسك أترجى واجهك طالبا حضورك ونصلي بالكلمات دي تعالوا نصلي بالكلمات دي وأنا آسف إن كنت طولت عليكم كنت بقول للأسجان إن موضوع الصلاة لو وعزت فيه عشرين وعظة مش هيكفي لأن كل جزئية للأمانة موضوع اللجاجة عايز مرة كاملة كل جزئية عشان لكن حاولت التحدي اللي بقوله للكل أمام يسوع أرجع تاني وعيد وزيد إن حياتنا تبقى صلاة إن حياتنا نقوله النهاردة يا رب إن قلنا نقلة جديدة نطلب ما فوق نهتم بما فوق أصدق إنك واخد بالك من احتياجاتي أقول للكل صدق إن واخد باله من كل كبيرة وصغيرة احتياجاتك واحتياجات ولادك الحاضر والمستقبل نحن مش بنعبد وهم نحن بنعبد إله شخصي إله حقيقي ولما حطت كده قدامي إن إلهي لي كل السلطان إلهي كلي الحب إلهي كلي القداسة حياة تتغير تتغير صدقوني عايز أنزل أقول لكل واحد أمس كله أقول له صدق يسوع واخد باله من كل كبيرة وصغيرة في حياتك انطلق إنت علشان تتغير إلى شابه انطلق إنت عشان تخدمه تخدمه انطلق إنت عشان تعكس نوره ونعمته تعالوا نقف مع بعض أنا آسف للتطويل بس مليان بالكلمة ترجمة نانسي قنقر إنت عشان تتغير إلى شابه